يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره منتخب غينيا بيساو في التاسع من مساء اليوم على ملعب رومدي أجيجا في مدينة جارواء الكاميرونية يأتي ذلك ضمن منافسة الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضفها الكاميرون حاليا وحتى السادس من فبراير المقبل ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز وتصحيح المصار بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب نيجيريا بهدف دون رد تحت شعار لا بديل عن الفوز يدخل منتخبنا الوطني الأول لقاءه مع نظيره منتخب غينيا بيساو مساء اليوم على ملعب رومدي أجيجا في مدينة جارواء الكاميرونية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون يحتل المنتخب الوطني المركز الرابع بلا رصيد من النقاط فيما تحتل غينيا بيساو المركز الثالث بنقطة حققتها من تعادلها مع السودان ويسعى منتخب مصر خلال اللقاء إلى تحقيق الفوز وتصحيح المصار بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب نيجيريا بهدف دون رد وهو من عكس خلال مشارقة جميع اللاعبين بالمران الأخير على المصابين الاثنين أقرم توفيق وأحمد فتوح حيث سادت التدريبات روح معنوية عالية بين لعبين منتخب بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي على أمل تحقيق الفوز في مبارتي غينيا بيساو والسودان حتى يستكمل منتخب مصر الأكثر تتويا بالنقب المشوار نحو الأدوار المقبلة بالبطولة على الجانب الآخر تلقى منتخب غينيا بيساو المشارك في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه ضربة الموجعة بعدما أعلن الاتحاد المحلي إصابة المدرب باريس كندي بفيروس كورونا بما يعني غيابه عن إدارة مباراة مصر بعد خضوعه للمسحة الطبية والثبوت إيجابيتها إلى جانب إصابة لعبين جديدين وهما حارس المرمى موريس جوميز وجوزيف مندي في مقابل تعافي الثلاثي حارس المرمى جوناز منديز ولاعب خط الوسط جورجينيو انتيما والظهير الأيسر ليونيل ألفز بعد أن جاءت نتيجة المسحة الطبية لللاعبين سلبية